اشتركوا في القناة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشرة الدكتور احمد فهمي ان القادة تتابع خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الافريقية للوساطة بين روسيا واوكرانيا مع تأكيد ان افريقيا لها مصلحة اساسية في العمل على انهاء هذا النزاع بالنظر لاثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية مثل امن الغزاء والطاقة والتمويل الدولية كما تم التوافق على استمرار العمل المكسف على دفع المبادرة الافريقية من خلال بلورة الاليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والاوكراني على الانخراط فيها بشكل ايجابي خلال الفترة القادمة اعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار العمل على توحيد الجهود مع المجتمع الدولي للقضاء على التهاب الكابد الفيروسي بحرول عام 2030 بما يتماشى مع تحقيق اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة واهداف منظمة الصحة العالمية التي من شانها دمان تحقيق الازدهار للجميع جاء ذلك في كلمة القها وزير الصحة في اجتماع منظمة الصحة العالمية بجينيف احتفالا باليوم العالمي للالتهاب الكابدية وتحت عنوان حياة واحدة كابد واحد توسيع نتاق اختبارات وعلاج التهاب الكابد الفيروسية لتحقيق اهداف التخلص من هذا المرض في عام 2030 واشار وزير الصحة لان مصر حققت قلال السنوات القليلة الماضية نجاحات مبهرة فيما يخص القضاء على فيروس الالتهاب الكابدية والذي كان يتسبب في وفاة ما بين 40 الى 50 الف شخص سنويا حيث استطاعت مصر وضع خطة متكاملة تشارك بها كافة الجهات والقطاعات المعنية لتحقيق الوقاية وتوسيع نتاق التشخيص والوصول الى العلاج والتي نجحت في تشخيص وعلاج ما يقرب من 4 ملايين مريضة بفيروس الالتهاب الكابدية في اقل من 5 سنوات اكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سوها جندي انه تم تنفيذ برنامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف البدائل الايجابية الامنة ضمن مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية واوضحت وزيرة الهجرة ان البرنامج اعتمد على المشاركات التفاعلية والاسئلة الحوارية لتسليط الضوء على اهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاثار المترتبة عليها الى جانب التعريف باهمية تدريب المهنية وريادة الاعمال كبدائل ايجابية امنة وغيرها من الموضوعات الهامة تلقى وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سوي لم تقريرا لاستعراض اعمال تأهيل اثمام الطرع الاخذة من طرعة الابراهيمية اسفل خط السك الحديد القاهرة اسوانا واوضح وزير الري ان هذه الاعمال تتم بالاشتراك بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومعهد بحوث الانشآت التابع للمركز القومي لبحوث المياه وذلك في اطار العمل على تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المالية بمختلف محافظات الجمهورية